السلام عليكم انا اسمي كريمة كرم هنعمل النهاردة القلقاس بالخضرة هعمله لكم بطريقة حلوة جدا هيطلع معاكم احلى طبق القلقاس شكل وطعم الشكل بتاعه زي ما حضراتكم شايفين لون واخضر زيتي كده فاتح جميل جدا وده يرجع طبعا ان انا هوريكم ازاي انا بعمل الطاشة بتاعة القلقاس وكمان طعم يعني خطير القلقاس ده من الاكلات الشتوية اللي كتير مننا جدا بيحب يعملها على مدار الشتا اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وباذن الله تعملولي لايك وكمان تقدروا تشتركوا بالقناة عشان القلقاس تجبر بيكم وليكم بالنسبة بقى لطبق القلقاس بتاعي الطاشة بتاعتي هعملها لكم بطريقة كده حلوة جدا لونها فعلا يعني علامي بصراحة هيجبكم جدا طريقة سهلة خالص تعالوا بقى بالنسبة للمكونات بتاعتي انا بجيب قلقاسة بتبقى حوالي اه كيلو تمام مش بجيبها اكتر من كده بصراحة عشان تستوي معايا بمنتهى السهولة ولازم لونها يبقى بينكي بالشكل دوت تمام كده بقطع القلقاس الاول حلقات تمام بالشكل دوت تمام كده ليبقى عشان يسهل معايا ان انا اشيل القشر بتاعه بعد ما قطعته حلقات بالشكل دوت تعالوا بقى اوريكم هنقشره ازاي بمنتهى السهولة الطريقة ديت بتسهل علينا تقطيع القلقاس تمام كده شايفين انا بقطع القشر واحدة واحدة من الحلقات ديت بالشكل دوت تمام شايفين بمنتهى السهولة ازاي في ناس بقى القلقاسة بتبقى كبيرة كده ويبتدي قطع القشر اللي قطعت طبعا بيتبقى متعبة جدا لكن الطريقة ديت سهلة اوي ما بتاخدش وقت خالص منك انا خلصت قطعت كل الاشهر اللي عندي تعالوا بقى هوريكم هنقطعه مقعبات متساوية ازاي بامسك القاسة بتاعتي بالشكل دوت تمام وابتدي اقطعها بالطول وبعد كده اقطعها بالعرض عشان يطلع معايا مقعبات القاس تمام بالشكل دوت طبعا انا بعمل مقعبات بتاعتي متوسطة ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي عشان ما تتريش مني اثناء التسوية بعمل كل الكمية اللي عندي بتشكل دوت تمام كده وبعد كده بقى هوريكم ازاي انا بخسل القاس بطريقة حلوة جدا عشان القاس معروف انه هو من النشويات فبيطلع مادة لازجة كتير جدا فانا هوريكم ازاي انشيل المادة اللازجة اللي موجودة في قلب القاس تمام بالشكل دوت شايفين بقطعه ازاي تمام كده بالشكل دوت انا قطعت كل الكمية قدامكم بحيث تشوفوه تمام ما اخدتش وقت خالص نهائي بعد كده بحطها في قلب بولة غويتة تمام شايفين المقعبات كلها شكلها حلو ازاي تمام كده وبكون محضرة مية سخنة تمام واخسل القاس الكيلو القاس بياخد حوالي لتر من المية السخنة تمام بقلبه كويس جدا وطبعا تقدري بعد ما يدفى كده تغسليه بايدك وبعد كده بيبقى عندي لمونة كاملة بعصرها عليه ليه بقى عشان لونه ما يغمقش اللمونة دي بتحافظ على لونه يبقى أبيض تمام كده بعد كده بصفيه من المية السخنة بعد ما غسلته شايفين المادة اللازجة بتبتدي تنزل منه بصفيه كويس جدا وبكون محضرة مية سقعة من الحنفية تمام وابتدي أشطفه مرة كمان تمام بالشكل دوت وبعد كده بعد ما بخلص الخطوة ديت بصفيه كويس جدا من المية ولازم أكون محضرة الشربة بتاعتي عشان أحط القلقاس فيها على طول ما ينفعش بعد ما غسل القلقاس أركنه ليه لونه هيتغير معايا وهيبقى لونه بني أنا عايزة أحافظ على لونه الأبيض بكون محضرة لترين من الشربة كيلو القلقاس بياخد لترين من الشربة ولو احتجتي شربة بعد كده بتقدري أنك تزودي أهم حاجة حجم القلقاسة لما نيجي نشتريها لإما يكون صغير أو حجم القلقاسة يكون بمعدل كيلو تمام كده وبتدي أحط القلقاس بتاعي على طول مباشرة على النار تمام كده عشان يستوي معايا تمام كده تعالوا بقى هنحط له فلفل قصمر نص معلقة ومكعب مرأ تمام الشربة بتاعتي ممكن تكون شربة لحمة أو فراخ تمام كده ببتدي أزودها طبعا ملح لو هي محتاجة ملح وممكن بقى يا سلام لو شربة بط بالنسبة للخضرة بتاعتي بجيب حزمة من الكزبرة تمام بالشكل دوت وأنا قبل كده عاملة فيديو الفرق بين الكزبرة والبقدونس ودي اسمه سلق بجيب السلق بتاعي برضو كحزمة ببتدي أشيل العروق بتاعتها بالشكل ده أنا باخد الورقة بتاعت السلق بس بشيلها بالشكل دوت تمام تمام ده شكل السلق طبعا كل ده بتشترهه من الخضري أو من السوبر ماركت تمام بعد كده بعد ما حضرت السلق وحضرت الكزبرة تمام بابتدي أخسلهم كويس جدا بالمية وحطهم بقى في قلب الخلاط أو الهند بلندر المتوفر عندك في قلب البيت وابتدي طبعا أنزل عليهم بحوالي نص كوباية من المية تمام وابتدي أضربهم كويس جدا لحد ما يتكون معايا خليط ناعم تمام بالشكل دوت شايفين بضرب فيها لحد ما تبقى نعمة معايا تمام كده بعد كده بجيب بقى بلاقي الألقاس بتاعي بتادي يغلي لو كون عندي أي رغوة بيضة كده على وش الألقاس وهو بيغلي بشيلها طبعا لأن دي بيبقى حتة من المادة اللازجة بشيلها مش عايزاها بعد كده بقى بجيب الخضرة اللي أنا دربتها كويس جدا ببتدي أجيب مصفة وصف فيها على الألقاس دوت لما يبتدي يبقى تلات تربع السوا أو لما لايه الألقاس ابتدى يستوي أو يدخل في السوا بنزل أصفي العصير بتاع الخضرة بتاعتي بالشكل دوت عليه بصفيه كويس جدا تمام واخد بواقي السلق والكزبرة اللي فضلت معايا في قلب المصفة ديت شايفين شكلها حلو إزاي العصير بتاع السلق والكزبرة المية بتاعتها لما حطتها على الألقاس تمام أنا بحطها لما الألقاس بيستوي تلات تربع سوا تمام بالشكل ده بسيبه يكمل سوا على النار تمام هاخد بقى باقي السلق والكزبرة ديت هيكون عندي تلات معالق من السمنة أو الزبدة وعندي عشر فصوص طوم مفرومين بالشكل دوت تمام كده وابتدي بقى أحط الطوم بتاعي على الزبدة وحط بواقي السلق والكزبرة اللي أنا صفتها تمام وابتدي أقلب على النور تمام النار بتاعتي بيكون متوسطة بحيث أنا عايزة السلق دوت يبقى سنة ناشف كده أو لما يبقى السلق يبقى سنة ناشف هيبتدي الطومة بتاعتي تتحمر في البداية السلق بيبقى طاري ليه لأنه طبعا مليان من العصير بتاعه تمام كده ابتدي أقلب فيها ولازم تفرضوها في قلب الطوصة بالشكل دوت تمام عشان طبعا المية بتاعة السلق والكزبرة تتبخر لو تبخرت المية بتاعة السلق والكزبرة هتلاقوا إن السلق ابتدى يدخل في السوى يبقى ناشف سنة والطومة ابتدت لونها يبقى دهبي معي تمام هفضل أقلب أو لما لاي إن الطومة بتاعتي بقى لونها دهبي تمام ابقى تحرقوها ليه عشان لو تحرق معيك هيبقى السلق القلقاس بتاعك ممرر فأنا عايزة الطاشة بتاعتي تبقى لونها دهبي جميل كده بالشكل دوت هبتدي أنزل على القلقاس تمام بالطاشة شايفين شكله بقى حلو إزاي ليه لأن الطاشة ما تحرقتش مني السلق والخضرة ما تحرقوش هسيبه خمس دقايق يغلي تمام بالشكل ده أنا ما بسويش القلقاس قوي ليه لأن القلقاس من النشويات فأنا مش عايزة يتهري معي ويكون مادة بيضة كده دخينة أنا عايزة يبقى أسواء ولا هو مستوي قوي ولا هو نايل أنا عايزة كده وبقى مستوي مظبوط ببتدي طبعا أنزله من على النار وطبعا تقدروا تحطوه في الطبق المناسب ليكم القلقاس ده طبعا بيتاكل معي روز بالشعرية تمام شايفين شكله حلو إزاي شكله حلو جدا هيعجبكم خالص اللون الفاتح دوت نتيجة إن احنا عملنا الطاشة مظبوطة تمام شايفين شكله حلو جدا آآ لونه أخضر فاتح مش مغمئ كده ولونه أسود آآ مستوي بطريقة حلوة جدا راعوا يا جماعة آآ ما تسووش القلقاس جامد عشان ما يتهريش ويكون مادة بيضة كده وتبقى الشربة بتاعته شكلها من الظريف شايفين شكله حلو إزاي طعمه أحلى وأحلى أتمنى فيديو النهاردة آآ يعجبكم بإذن الله وتجربوا الوصفة بتاعتي وتقولوا لي في التعليقات طلعت معيكم آآ شكلها عامل إزاي ترجمة نانسي قنقر